السلام عليكم أصدقائي أنا الزار برحب فيكم في قناتي الزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع وكالعادة يا رب يا رب ارحمنا برحمتك يا رب اهدينا للطريق الصحيح طريق الحق ما بدنا إشي من هاي الدنيا غير إنه نكون على الحق واللهم جنبنا الفتن يا رب ساعد أهلنا ما حدا قادر يساعدهم إلا أنت يا رب العالمين فساعدهم وانصرهم أنا بدعوه هون عشان نذكر بعض بس مش عشان أعمل خطبة دينية لأنه واجبنا نذكر بعض معلش تحملونا إخوان يمكن سبب عدم تواجد على السوشال ميديا كثير كل يوم وأحكي عن حياتي مش ضابط طمعي بحاول أرجع إن شاء الله على السوشال ميديا لكن بحس إنه شوي صعب لكن من النهاية بدك هذا شغل بدك تشتغله بحاول إن شاء الله وبحاول أذكر نفسي وأذكركم إنه نظلنا نتذكر أهلا شكرا جزيلا أهم معالجين في عالم الأندرويد طلعوا الدايمين سيتي 9400 والكوالكوم سناب دراجون 8 إليت هذول فعليين أخوان هم أفضل معالجين أقوى معالجين ولكن لما بدك تفكر طب أنا مين أشتري مين المعالج الأفضل اللي مين أختاره اليوم بدي أحاول يعني أعطيكم بعض الأرقام اللي ممكن تساعدكم تقرروا وين تروحوا لكن في النتيجة النهائية بصراحة أنا بشوف إنه المعالجين بتنافسوا مع بعض لحتى يعطونا أفضل تجربة والمنافسة هاي قاعدة بتعطينا تجارب ممتازة جدا يعني لو رحت على أي معالج أعتقد أنت مش خسرا ولكن في موقع اللي هو جي أس أمرينا موقع ممتاز ومحترم وصلوا جهازين واحد عليه سناب دراجون 8 إليت وواحد عليه دايمن سيتي 9400 وعمل فحوصات وعشان يشوف كيف الأداء فأنا بدي أخذ الأرقام اللي أطلع فيها وأحاول أعطيكم إياها يعني كزبدة الموضوع عشان بتدوروش على الموضوع وتشوفوا أنا بشوف إنه يمكن أنا بميل لك والكم بس مش شايف إنه السنة فروقات كبيرة تعالوا يشوف مع بعض الهاتفين اللي تم استخدامهم ريلمي جي تي 7 برو عليه معالج سناب دراجون 8 إليت وجهاز فيفو الإكس 200 برو عليه دايمن سيتي 9400 جهازين حلوين أنا بفضل الفيفو لأنه عنده كاميرات خرافية ولكن احنا هون نحكي عن أداء ما بشكل عام الأداء اللي بهمنا فالمعالجين موجودين عملوا ثلاث فحوصات واحد جيك بنش وواحد اي انتوتو وواحد تري دي مارك تعالوا نشوف النتائج في فحص القييك بنش 6 وفحص أنواى الواحدة سنجل كور سناب دراجون حصل على 3127 نقطة أما دايمن سيتي 9400 فحصل على 2711 نقطة سناب دراجون هون أفضل بعشرة بالمية في أفضلية فعليا بالأداء السينجل كور عنده الكورز البرفورمانس أفضل في الأداء وأنا استغربت بصراحة بهذا الفحص لك والكم ولما نروح على المولتي كور اللي هو الفحص المتعدد الأنوية سناب دراجون حصل على 9509 نقاط الدايمين سيتي حصل على 8632 نقطة في أفضلية 15% لسناب دراجون هذا أول فحص يا إخوان فبفوز معنا سناب دراجون بالفحص الثاني هم فحص الـ AN22 هذا الفحص بيعتمد على الجرافيكس وعلى أداء وعلى أشياء كثيرة شوفوا الأرقام اللي حصلوها المعالجين نبدأ مع سناب دراجون حصل على 2746604 نقاط هذا سناب دراجون أما دايمين سيتي حصل على 2.923.567 نقطة في أفضلية هنا واضحة لمن لدايمين سيتي فيعني نقطة لكل واحد حاليا نروح على فحص 3D Mark سناب دراجون حصل على 6360 نقطة أما الدايمين سيتي فحصل على 6853 نقطة برضو تفوق للدايمين سيتي أنا بعرف بالعادي أن الدايمين سيتي بيحاول يعطينا كلوك سبيد عالية للكور الأساسي في المعالج عشان تأخذ أداء عالي لكن يصاحب ذلك حرارة أعلى سحب طاقة أعلى أتمنى أن هاي تم السيطرة عليها أو معالجتها في هذا المعالج حسب الأرقام ممكن الدايمين سيتي بتفوق شوي لكن زي ما انتوا شايفين يعني مرة بفوز كوالكم مرة بفوز دايمين سيتي على كل حال أي جهاز بتأخذه عليها هاي المعالجات انت ان شاء الله مش خسران احكي لي أي معالج انت فعليا بتفضل وليش من تجربتك الشخصية يعطيك العافية